تحقيق أهدافها للدورة الثالثة على التوالي فقد باتت نموذجاً لامعاً من النمذج الإبداعية في دعم الجهود الخيرية التي تهدف للرقي بالإنسانية استمرار جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة هو لبرهان على استمرار نهج البحرين الخير في دعم الجهود النبيلة والبناءة في الاهتمام بالجانب الإنساني على اختلاف مجالاته وأشكاله لتكون الجائزة نبراساً للعمل الخيري على مستوى العالم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وهي تخطو خطوتها بإعلان اسم الفائز وتوزيع في هذا الحفل تسليم الجائزة إلى الفائز وهو مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية يعطي دلالة على استمرار نجاح هذه الجائزة على مدى ثلاث دورات فهذه البعد الإنساني للبحرين في الماضي وفي الحاضر في المستقبل يجعل نحن في المعنين بالشق التعليمي أن نولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً وتشعر الجاعة دافعاً لنا فاليوم كما تعرف هناك مساق أساسي لا يمكن الطالب أن يتخرج بالمرحلة الثانوية إلا بعد أن يقدم عدد معين من الساعات في العمل التطوعي هذه الجائزة وعلاوة على الهالة التي تحيط بها من الجهود النبيلة في خدمة البشرية إلا أنها تحمل اسم الراحل الكبير صاحب اليد البيضاء في دعم الإنسانية في كل مكان المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه تجسدت هذه الصفة البحرينية الأصيلة اللي طبعاً صفة معروفة بس اللي موجودة في البحرينيين في شخصية هذا الرجل الراحل فالحمد لله هذه ثالث جائزة أول واحدة كانت مرشحة من ماليزيا ومن ثم باكستان والآن مصر جمهورية مصر العربية فهذه كلها مجالات كانت في خدمة الإنسانية والمستشفى اللي تم تكريمه اليوم من قبل جلالة الملك حفظ الله مستشفى مهم جائزة دي بتمس قلب كل مصري لأنها بتعبر عن أن المصريين نجحوا في أنهم يبنوا صرحة كبيرة جداً بتبرعات مواطنين ضعيفة ابتدت بجنيه من كل مواطن وإدرت تبني الصرحة ده أن الصرحة ده نجح في أنه يكون رمز لحماية الإنسانية والرغبة في تطوير الإنسانية من غير ما يبص لأي فروق المستشفى دي مفتوحة للأطفال المصريين وللأطفال العرب مفتوحة لأي طفل يقدروا يعلقوا أبعاد كثيرة أخذت التسيع مع اتساع الجائزة عالمياً فقد باتت أنموذجاً لامعاً من النماذج الإبداعية في دعم الجهود الخيرية الهادفة للرقي بالإنسانية جائزة عيسى لخدمة الإنسانية من أهم المبادرات التي دأبت مملكة البحرين على دعمها تقديراً وتكريماً لمجهودات أولئك الذين يريدون تغيير العالم نحو الأفضل إنسانياً واجتماعياً يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر